فيديو جديد وحلقة مهمة جدا عن مباراة منتخب مصر ومنتخب ليبيا في تصفيات كاس العالم كده المباراة المنتظرة المباراة المهمة جدا خلاص شفنا القايمة بتاعت منتخب مصر قايمة كارلوس كروش وشفنا الناس اللي مستبعدين من القايمة كده وعملنا حلقة مخصوص كده اتكلمنا فيها عن المستبعدين دول هتظهر لك فوق كده اطلع وتفرج عليها لكن ايا كان بقى كنت مع القرارات اللي خدها كارلوس كروش في القايمة او كنت ضد القرارات دي وشايف ان فيه ناس استبعده ما ينفعش ان هم يستبعدوا من القايمة خالص ايا كان احنا هنفضل ورا منتخبنا وهنشجع منتخبنا بكل قوة وهنتمناله ان هو يفوز على ليبيا ويتصدر المجموعة ان شاء الله ونكسب ذهابا ايابا كمان ونبقى متصدرين المجموعة كده وهنشوف مين المنتخب اللي هيقع في ناصبنا كده قبل الصعود للمونديال باذن الله لكن قبل ما نتكلم مع بعض في تفاصيل المباراة كده ونقول التشكيل الافضل اللي المنتخب مصري يبدأ به قدام ماتش ليبيا مستني توقعاتكم تحت في الكومنتات وزي ما احنا متعودين اللي التوقع بتاعه هيكون صحة هقول الكومنت بتاعه في تحليل ما بعد المباراة يلا كده ملوك التوقعات يورينا توقعاتهم بنتيجة الماتش ممكن يخرص كام كام هل هيكون النتيجة في مصلحة المنتخب المصري ولا لا قدر الله المباراة ممكن تخرص بالتعادل او بالهزيمة مستني كومنتاتكم كلها وما تنساش كمان تخبط لايك الفيديو شير على قد ما تقدر لو لسه مشتركتش في القناة اعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان تجي لك كل حلقات اللي هعملها بعد كده يلا بينا ماتشين في منطقة القوة بين المنتخب المصري والمنتخب الليبي الشقيق وان اضمن لكم ان منتخب مصري باذن الله لو قدر يكسب الماتشين كسبنا المنتخب الليبي زهابا ايابا هنبقى على صدارة المجموعة كده وهنبقى رسميا خلاص صعدنا من المجموعة لكن لو مثلا كسبنا مباراة وتعدلنا مباراة هنتصدر برضو لكن هيبقى لسه في كلام هتبقى محتاج تكسب الماتشين الجايين ولا قدر الله اي نتيجة تاني غير انك تعمل نتيجة ايجابية في الماتشين يتكسب وتتعادل يتكسب الماتشين لو كسبت مباراة وتغلبت مباراة هتبقى مهدب بشكل كبير جدا بالخروج من المجموعات لانك هتبقى مركز تاني ساعتها والمنتخب الليبي مش هيسمي كده في الماتشين اللي فضلين وهيكسب الماتشين وهيصعد ساعتها اول مجموعة ويقصي المنتخب المصري فان شاء الله كده الماتشين الجايين محتاجين تركيز كبير جدا ماتشين الاول فيهم هيكون يوم الجمعة يوم تمانية عشرة كده والماتش التاني هيكون يوم حداشر عشرة بعديه على طول يوم اللي اتنين الماتش الاولاني ماتشين احنا هيبقى هنا في القاريرة والماتش التاني ماتشهم هم ولازم ايا كان بقى بتلعب جوه بتلعب برا تلعب على فوز تلعب بشكل هجومي وتقدر ان انت تتحقق نتيجة ايجابية في الماتشين ان شاء الله خلينا كده بقى نتكلم عن قائمة منتخب مصر وقائمة كارلوس كروش اللي تكلمنا عليها قبل كده لكن حصل لبس كده عند معظم الناس بعد ما نزلت قائمة كاس العرب المبدئية بس ولقوا فيها موجود محمد شريف ومحمد مجدي افشا وقال لك خلاص كارلوس كروش رجعهم تاني لقائمة ماتشين ليبيا مفيش الكلام ده خليك بس عارف تفرق بين القائمتين كده في قائمة لماتشين مصر وليبيا وفي قائمة تاني لكاس العرب دي حاجة تانية خالص وهي قائمة تانية بتضم كل اللعيبة كده اللي هياخدهم واللي مش هياخدهم بيجربهم كده ولسه هينقي منهم اللعيبة اللي هو عايزة وهيطلع لعيبة كتير برا زي ما كان محمد مجدي افشا ومحمد شريف ومصطفى فتحي ومهند لاشين وكل اللعيبة دي موجودة في قائمة ماتشين ليبيا وبعد كده خرجوا فدي قائمة مبدئية لكاس العرب الناس ما يدخلش عندها الموضوعين في بعض كده لكن قايمة مباراة مصر وليبيا زي ما هي كده أربع حراس مرمى محمد الشيناوي محمد أبو جبل محمد بسام ومحمد صبحي اللي أربعة موجودين معنا اتنين باك ليفتة ابو الفتوح من الزمالك وأيمن أشرف من الأهلي واتنين باك رايت أحمد فتحي من برامدز وأكرم توفيق برضو من الأهلي وأربع مساكين موجودين عندنا كده موجود الوينش موجود باهر محمدي موجود أحمد حجازي وموجود ياسر إبراهيم اللي أربعة موجودين وعندك رباعي موجود في نص الملعب موجود محمد النني موجود طارق حامد موجود عمر السلية وحمد فتحي لعبين النادي الأهلي وفي صناعة الألعاب كده موجود عندنا عبدالله الصعيد بس ومعاه كمام عمر مرموش بيلعب في المكان ده برضو وفي الوينج اليمين موجود عندك محمد صلاح وموجود عندك أحمد سيد زيزو وفي الوينج الشمال موجود رمضان صبحي وموجود إبراهيم عادل وعندك رسين حربة مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وأيا كانت الاختيارات أيا كانت بقى عجباك أو مش عجباك الاختيارات دي هنقف وراها وهندعمها بشكل قوي جدا وهندعم المنتخب وهندعم كارلوس كروش أيا كان الاختيارات اللي خدها وأنا عن نفسي شايف إن الاختيارات دي غلط جدا وإن كارلوس كروش استبعد لعيبة مهمة جدا زي محمد مجدي أفشا ومحمد شريف في غلطة كبيرة جدا عملها وأيا كانت النتيجة بتاعة مطشين ليبيا لو كسبت المطشين ذهابا إيابا كده وكسبت كمان بسكور كسبت إن أربعة وروحت كسبت هناك تلاتة ده مش هيمنع إن انت عملت غلطة كبيرة جدا في استبعاد اللعيبة دي لإن انت ممكن تستبعد أهم لعيبة موجودين عنك وبرضو التوفيق يكون في صالحك وبرضو تقدر تكسب مفيش أي مشكلة استبعاد محمد صلاح كان صح وكده قيمة منتخب مصر بتضم ست لعيبة من النادي الأهلي الأغلبية العظمة كالعادة زي ما احنا متعودين من النادي الأهلي وست لعيبة محترفين وخمس لعيبة من نادي الزمالك وأربع لعيبة من نادي بيرامدز ولاعب واحد من الإسماعيلي ولاعب واحد من فاركو اللي هو حارس المرمى محمد صبحي ولاعب واحد من طلائع الجيش اللي هو حارس المرمى برضو محمد بسام الأغلبية العظمى زي ما احنا متعودين للنادي الأهلي يلا بينا بقى ندخل على التشكيل الأفضل اللي يلعب به منتخب مصر مطشين ليبيا كده ومستني توقعاتكم تحت في الكومنتات كل واحد يقول لي التشكيل الأفضل بيني سبيرو هيكون إيه هل 4-2-3-1 التشكيل الطبيعي اللي بيلعب به النادي الأهلي واللي بيلعب به الزمالك واللي منتخب مصر كمان بيلعب به ولا كارلوس كروش ممكن يغير الطريقة خالص ويلعب مثلا 4-3-3 الطريقة اللي بيلعب بيها مع اغلب الفرق اللي ضربها قبل كده من وجهة نظر انا ان المنتخب المصري يلعب بالطريقة الطبيعية بتاعته اربعة اتنين تلاتة واحد في حراست المرمى محمد الشناوي اختبوط النادي الاهلي ورباعي خط ضار باكي مين اكرم توفيق من النادي الاهلي برضو وباكي شمال احمد ابو الفتوح نجم نادي الزمالك واثنين سرد باكات احمد حجازي وجنبيل وينش لاعب نادي الزمالك ده كده افضل رباعي خط ضار من وجهة نظري واعتقد ان هو بنسبة 100% الرباعي ده هو اللي هيشارك في المباراة اتنين كده دفندرات في نص الملعب طبعا محمد النيني النجم ارسنال وجنبيه هيكون موجود عمر السلية ده من وجهة نظري الله اعلم هو ممكن يلعب بمين ممكن يلعب بطريقة دفاعية اكتر فتلاقي موجود عندك هنا النيني وجنبيه طريق حامد لكن من وجهة نظري النيني هو اللي يلعب رقم 6 مش رقم 8 هو الدفندر الدفاعي اه بيزيد في وضع الهجوم لكن الدفندر الدفاعي اكتر وجنبيه عمر السلية مايسترو كده اللعب اللي بيمسك الكرة وبيتحكم في رتم اللقاء وقدامهم صنع العاب عبدالله السعيد اللي ما بقاش عندنا غيره دلوقتي مع خروج محمد مجدي افشا لكن خلاص بقى مش هنتكلم عن الموضوع ده كتير احنا لنا دلوقتي القايمة الموجودة فعبدالله السعيد هو اللي هيكون صنع العاب لعب برامز وعلى شماله رمضان صبحي يبدأ في بداية اللقاء هو افضل واحد موجود في الحتة دي مع اصابة تريزي جاي وعلى اليمين كده نجم نجوب منتخب مصر محمد صلاح سوبرستار العالم دلوقتي مش سوبرستار مصر بس ومهاجم وحيد مصطفى محمد دي كده التشكيلة الافضل بالنسبالي لمنتخب مصر نقولها تاني مع بعض كده اربعة اتنين تلاتة واحد في حراسة المرمى الشناوي باك يمين اكرم وباك شمال ابو الفتوح واتنين سرد بكات حجازي وجنبي الوينش اتنين دفندرات في نص الملعب انني وجنبي عمرو الصرية قدامهم عبدالله السعيد على يمينه صلاح وعلى شماله رمضان ومهاجم وحيد مصطفى محمد دي التشكيلة الافضل بالنسبالي ومستني التشكيلة الافضل بالنسبال كل واحد فيكم تحت في الكومنتات وما تنساش كمان تكتب لي توقعك بنتيجة المباراة وكالعادة زي ما احنا متعودين اللي التوقع بتاعه هيكون صحة هقول الكومنت بتاعه في تحليل ما بعد المباراة يلا وروني توقعاتكم وما تنساش كمان تخبط لايك الفيديو الشير على قد ما تقدر لو لسه مشتركتش في القناة اعمل سبسكرايب دلوقتي وشغل الجرس عشان تجي لك كل حلقات اللي هعملها بعد كده سلام